المتعلق بالرادار الناس فجأت انه طبعا زي ما حركوا شفتوا الفترة اللي فاتت انه في ناس تلت على الدائري وقاموا بتكسير الرادارات. انه بعد قال انهم عملية انتقامية. بعد قال انهم حاولوا يسرقوها وزي ما حركوا شايفين في الصورة. طبعا تصرف عدواني وهمجي ومرفوض وكل اشكال يعني اللي ممكن ندين بيها هذا العمل. حتى لو انت متضايق او عندك بخلفاتك بيها. عافكة كل ان احنا كلنا جايلنا مخالفات كبيرة الفترة دي. نا وهو ده صح على فكرة. لان احنا كنا برضو معلش منظومة ان الناس كلها بتسوق على مزاجها. طبعا. اللي بيعدي السرعة. واللي مشربت الحزام. واللي بياكل وهو بيسوق. واللي بيتكلم في الموبايل وهو اللي بيسوق. واللي حطت ابنه على رجل وهو بيسوق. وده صح يا جماعة. يعني لما نيجي نقول بقى احنا عملنا منظومة تتوقف كل السلوكيات ونرجع نقول في الاخر حوادث الطرق. والناس ما عرفش حدثة حصلت ايه. طب ما هو كل دوت بتتكلم في جزء كبير منه. في سلوكيات ناس الطرق وتصلحت. الكباري وتعاملت. طب سلوكيات الناس بقى ابسط حاجة. حضرتك مش عايز تلتزم بالرادار اللي هو حماية لك اصلا قبل ما يكون يعني حماية لأي شخص تاني او له اي هدف اخر. نهار ده كل واحد يلتزم بي بالقانون. احنا بنقول القانون هنا يعني كل الناس تلتزم بي. فلما نجي بنحط منظومة زي دي رادار وسرعة ومخالفات وكاميرات وحاجات بقى زبطت الى حد كبير موضوع الحوادث وزبطت منظومة الطرق عندنا في مصر ومنظومة المرور. نجي نلاقي واحد يخرب الكلام دوت او واحد يحاول يسرق او واحد يعمل عمل انتقامي بالشكل دوت. السلوك همجي الحقيقة ويعني مرفوض بكل المقاييس. مش بس لانه انت كدولة انت بتتعب في الحاجات دي وبتصرف فلوس على فكرة عشان تعمل تصلح المنظومة الطرق اللي بنتكلم عليها دي او منظومة المرور من خلال الرادارات ومن خلال الضوابط والاجراءات انت بتصرف فلوس. تيجي النهاردة انت تتخرب الكلام دوت وتضيع على نفسك حتى الميزة دي او تضيع على نفسك الخدمة دي. انا معرفش ليه الناس ببصر الرادار انه هو عقاب. على فكرة ده خدمة ليك. انا متفق معاك تماما. شكلك بيجي لك مخالفات كده كتير. 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 لا يعني طبعا الفترة فيت واحد ما كنتش بركز في موضوع الحزام بشكل اساس فلقيت نفسي عليها مخالفات حزام كتير. بس الواحد هيبدأ ياخد باله بشكل اكتر. انا مش معطرد انا مش معطرد. اكيد لما لقيت ان انت جاي لك مخالفات. اه 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 قررت انك انت تاخد بالك من الحكاية دي اكيد. لان خلي بالك دي طب رعب الشري انا النهاردة لو مش حاسة انه في عقاب رادع عمري ما هلتزم بالقانون. ده مش فينا احنا كمصيرين ده في اي حد في الدنيا واي شعب في الدنيا. لو ما فيه شعقوبة رادع ما حدش هيلتزم. وده اللي بيخلينا نقول انه مثلا بره وفي اوروبا وبتاع لما تبقى غرامة بمبلغ وقدره صاروا كده على خلع الحزام او على السرعة يتخذ منك عربيتك وتدفع مبلغ قد كده وتتحبس وي وي وبتاع ما حدش بيعمل المخالفات دي. بالمناسبة بالمناسبة كان فيه خبر مبار حركة تلاقوه موجود على على الانترنت حتى لو زي ما يجلنا عارفوا يجبوه اكون شاكر فضلهم كان فيه خبر انه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك كان سائل عربية وكان بيعمل فيديو فكان حاطت الموقع اه اه ايه ده ما شاء الله عليكم شاطرين ماشيين معايا سينج اهلا متمنى ايه شفت الفريق شاطر ازاي ايه هو الفيديو فكان بقى ميسي وحاطت الموبايل وماش حاطت الحزام وهو بيعمل فيديو وده رئيس الوزراء فالناس قامت عليه وصارت عليه رغم انهم سايق حتى بس انه مش لابس الحزام وغرموه كان بقى 500 سترليني ده مبلغ ده مبلغ بره يعني هو كان بيعلن عن ايه وقتها بيعلن عن ميزانية جديدة وده اعضية كبيرة وهم سايق ده هو ساكن ورا سابوا بقى الميزانية وسابوا اللي هو بيقول وسابوا القصة دي وقال لك قاعد الميزانية اللي هم بقالهم بتاع ستة الشور بيتخنقوا عليها سابوا كل ده وقال لك لا انت مش حزام وده ايه ده ده راكن ورا كمان زي على فكرة ده مفكرني برضو بالأزمة اللي حصلت لبوريس جونسون يعني بوريس جونسون كان رئيس الوزراء اللي قبل ريشي سوناءك ماشي بوريس جونسون عمل ايه كان وقتها حاطين قيود على كورونا منع التحرك ومنع التجول ومنع التجمع رح هو عمل حفلة جوه داونينج ستريت فالناس طبعا اول ما تسرب كده التفصيلات دي او المعلومات دي مشي يعني فضلت الصحافة تلحقوا 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 وتسمت بارتي جيت يعني تسمت بفتيحة بارتي جيت على غرار واتر جيت للرئيس الامريكي السابق يعني نيكسون فشوفوا الموضوع وصل لحد فين احترام القانون يا جماعة هو فرد عين على كل مواطن بغض النظر هو وزير ولا غفير ولا ايه وهو تجاوب بشكل ايجاب قالها تفع غرار من 500 سترلي لايزم يدفعها ما يقدرش ما يدفعها بس هو يدفعها عادي دا كان رئيس اكبر شركات العالم سي اول اكبر شركات العالم يعني كان سي اول ثمان من اكبر عشر شركات في العالم تقريبا متابعوا انتكوين طبعا يدفع براحت وبقى مش هتفرق اشتركوا في القناة